موسيقى نخش منطقة الصد في حاجة بالنسبة لرجال في حاجة اسمها التسدي التسدي دوا هو كبر او تضخم في عضلة الصد والغدد اللبنية في صدي الرجال فيتكون طبعا التضخم دوا اسبابه كتير جدا في الحاجات اللي هي شائعة اللي من دول في الصلاة الجيم وكده ان المدارب بيبتدي يدي الاحماض الامنية للاولاد عشان يحصل لهم تضخم في العضلات بيحصل مشاكل معاها طبعا في تراكم للدهون في منطقة السدي وتضخم في الغدد فتؤدي للتسدي في طبعا الاكل اللي فيه استوجين زي الفراخ والاغذية المش مزبوطة بيهرق والفاستفود اللي هي الحاجات اللي هي الهامبرجا والحاجات اللي موجودة في الاسواق ديان كل الحاجات ديان فيها استوجين وبالتالي بتؤدي الى تسدي او تضخم في عضلة الغدد اللبنية لرجال فيه اسباب بقى عند البلوغ مع الاضطرابات الهيرمونية اللي بتحصل عند البلوغ ممكن يحصل تضخم برضو في الغدد اللبنية للسدي ورجالي مع تضخم الغدد ديان بيحصل ان الدهون بتتراكم جواها الدهون اللي موجودة تحت الجلد فيه نوعين منها فيه جزء صفحي اللي هو تحت الجلد مباشرة والجزء عميق الجزء العميق دوان بيستجيب لي الاحتراق بمعنى اننا لو عملت رجيب لو عملت رياضة الجزء العميق دوان بيحصل له احتراق ويختفي من الجسم انما الجزء السطحي اللي هو تحت سطح الجلد على طول دوان الجسم بيحتفظ بيه مدى الحياة ما بيحصلوش الا لو دخل العيان في مجاعة زي ما بيحصل في الدول الافريقية فتبتدي الجلد يبقى العظم على طول تمام الغدد اللبانية بتاعت السادي موجودة في الجزء السطحي دوان فبالتالي مفيش اي حمية او رجيم يقدر يخلي الدهون اللي اتكونت دي يحصل لها احتراق فبالتالي الغدد دي لازم يتم استقصالها سواء كان جراحيا او بشفط الدهون وبعنا الصورة كده نشوف الطريقة بتاعت العلاج التسدي وهي عبارة عن احنا بنفتح في منطقة ما بين الهالة ومنطقة الجلد بنبتدي نعمل شفط للدهون طبعا العملات دي بتتم عند سن 18 سنة مش قبل كده عشان تكون الغدد وصلت للحجم المناسب اللي هي يقدر الجراحيا نعمل استقصال لها بنبتدي نعمل شفط للدهون اللي هي ترابد او محبوسة جوة الغدد دي وبعد كده عن طريق نفس الفتحة نقدر نشيل اللي قبلها على طول نقدر نشيل الغدد بعد شفط الدهون هنلاقي ان الشكل اللي هو على اليمين دوا بيبقى العبارة عن الجلد في السطح السورة والعضلات في الاسفل السورة وما بينهم في تليفات اللي هي كانت مسكة الدهون في ما سابق او الغدد عشان ما يحصلش تراكم للدهون في المنطقة دي مرة اخرى لازم العيان بنخليه يلبس مشد مشد او كروسي عبر عن زي الهدوم كده هو بس بيبقى من مادة ستريتش ويقضغط بحيث يخلي الجلد ملاصق للعضلات وبالتالي بيحصل تلافات بين الجلد والعضلات والمنطقة دي ما يتكونش فيها ايضا صبات دهنية في المستقبل والشكل النهائي طبعا للعمليات دي بيبان بعد 3 تشو في بعد كده منطقة السدي للسيدات فيه ياما السدي بيبقى اكبر من الطبيعي وده بالنسبة لتصغير السدي ممكن يتم عن طريق ياما بنشفط الدهون لو هو حجم السدي الصغير للسيدات او ان احنا بنعمل ازالة لجزء من الدهون والغدد للسدي ويا اما ان احنا بنزيل جزء من الغضائف سوري بتاع الجلد بتاع السدي ممكن نعمل برضو عمليات تكبير للسدي في حالات النحافة ان احنا بنفتح في المنطقة الثانية اللي ما بين السدي والبطن بنفتح جرح بيبقى طوله حوالي 4 ل 6 سنت وبيتم وضع جهاز سيليكون طبعا عشان الجلد والدهون السدي الغدد الموجودة بيبقى الجهاز ده تحتيها فبالتالي ما بيحصلش مشاكل ليه لكن بيتم تغييره بعد حوالي 10 سنين عشان بيتكون حوالي غلاف ممكن يغير من شكله ممكن برضو لقدر الله لو الجرء السدي في عملية استقصال قديمة ممكن نعمله اعادة بناء عن طريق عضلات البطن او عضلات الزهر في منطقة الزراع برضو بيبقى فيه تراهل لو العيان وقف قدام المراية وبص على دراعه هنلاقي ان الدراع ممكن يبقى التراهل او كل الجلد وفيه دهون وده بيحتاج لعملية ازالة بيبقى الجرح من اول الى اخر الزراع بالزبط كده وممكن يبقى التراهل فيه تراهل لكن مفيش دهون وبالتالي هيحتاج لازالة الجرح برضو من طول من الاول الكوع لمنطقة الابط لكن لو التراهل في منطقة العلوية بس من الدراع في منطقة تحت الابط على طول ممكن بيبقى الجرح بقصير وعرضي في منطقة الابط ولو في كمية من الدهون فقط هي الموجودة دي ممكن نقدر نعمل لها شفط دهون فقط بدون اي ندبات ارجو ان نكون وصلنا معلومة طيبة للسادة المشاهدين والى لقاء في حلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته